السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في الحقيقة الصراع ما بين معسكر الإيمان ومعسكر النفاق أصبح صراع واضح وانطبق وتحقق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أخبر أنه في آخر الزمان سينقسم الناس إلى معسكر إيمان ومعسكر نفاق فسطات إيمان وفسطات نفاق ومعسكر النفاق في الحقيقة إنه بآل سنين بيعمل بكل ما أوتي من قوة لكي يبعد الناس عن دينهم ويحضرني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه عن رب العزة أنه سبحانه وتعالى قال خلقت عبادي حنفاء كلهم وأنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم اجتالتهم أي أبعدتهم وأخرجتهم عن دينهم الماسونية العالمية تنتظر مسيحهم الدجال لكي يسيطر على هذا العالم كما أنك أنت أيها المسلم المحب تنتظر الإمام المهدي لكي تتحقق نبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم ويملأ الأرض عدل كما ملئت ظلما وجور فهؤلاء أيضا ينتظرون مسيخهم المالك بتاعهم الماسونية العالمية تنتظر المسيخ الدجال ولكن هناك فرق ما بيننا وبينهم هم شغلين منذ سنين ولدرجة أن في كثير من المسلمين وده من نتائج شغلهم أن كثير من المسلمين بيعتبر أن الماسونية العالمية ليس لها وجود والندية في خيالتكم وأن أنتوا بتعتنقوا نظرية المؤامرة وهذا في حد ذاته نجاح كبير لحزب الشيطان والماسونية العالمية والمسيخ الدجال ملكهم لأنهم نجحوا للأسف أن يغيبوا المسلمين وأني أعتقد المسلم أن هذا الكلام مجرد خرافات وأن أنتوا عيشين في عالم موازي ومش فاهمين حاجة وأن الفهم كله عند أوروبا وأمريكا والدول المتقدمة وانتشر الإلحاد في ظل هذه الأجواء مسلم منهزم نفسيا مسلم بيعاني ويلات المعيشة وصعوبة الحياة وغرب مفروض يعني أنه متفتح وأنه في حرية هكذا الأمر بيصور وفي الآخر خالص تخش معركة العقيدة أن المسلم في النهاية بيفشل وبيسقط فيها لأن المسلم ولازم نعترف بالعيوب بتاعتنا وبأخطأنا عشان دي بداية أول مراحل العلاج المسلم ابتعد عن عقيدته والمسلم ابتعد عن أمر دينه وأصبح بيتلقى الأفكار من أوروبا وأمريكا وهؤلاء لا يأتي منهم أي خير هؤلاء لم نرى منهم إلا الشزوز الجنسي ورأينا منهم الإباحية ورأينا منهم الأفكار التي هي تعادل أديان يعني مش أفكارهم تعادي الإسلام لا دا تعادي تعاليم المسيحية الحقة وتعادي تعاليم اليهودية الحقة وتعادي تعاليم الإسلام إذن المعركة الآن عشان تركز معايا في الكلام وما اتوهش مني المعركة ما بين معسكرين معسكر الإيمان بقيادة المهدي الذي ينتظره المؤمنون الصادقون ومعسكر آخر بقيادة معسكر نفاق بقيادة المسيح الدجال والماسونية العالمية تمهد لهذا المسيح الهدف كله ودي أخطر حاجة في هذه الحلقة هقولها الهدف كله عندما يحدث التقاء حقيقي ما بين المعسكرين يكون معسكر الإيمان ضعيف ويكون معسكر الإيمان ما عندوش أي مقومات النجاح لأن إحنا ضربناه في العمق ضربناه في عقدته وضربناه في إسلامه فيظهر قائد هذا المعسكر المهدي عليه السلام ولا حول له ولا قوة هو ده الهدف وسوف يخيب ظنهم بإذن الله لأن بمنتهى البساطة سيخيب ظنهم لأن الصراع ليس مع المهدي ده دي حرب على الله وأي واحد يعلن الحرب على الله هو خاسر هكذا تعلمنا من القرآن ومن أعداء الله أنهم مهزومون بلا شك ويظهر المعسكر الآخر اللي هو معسكر النفاق ويظهر المالك المنتظر بتاعهم اللي هو المسيخ الدجال ومعاه كل حاجة الاقتصاد تحكموا فيه مقدرات الشعوب تحكموا فيها حتى مقدسات المسلمين وده كلام للأسف حصل مقدسات المسلمين بطريقة غير مباشرة تحكموا فيها ولم يبقى أي شيء إلا ظهور قائد معسكر الإيمان المهدي عليه السلام وقائد معسكر النفاق والكفر المسيخ الدجال لكي يحدث التمايز ما بين الفريقين ما بين معسكر الإيمان ومعسكر النفاق انتبه لأننا قلتلك إن الحلقة النهاردة في منتهى الخطورة ومنتهى الأهمية عندما يظهر المسيخ الدجال هيكون العالم في حالة من الفقر المتعمد حروب تقوم على المياه كل الحروب يبقى معظمها قائمة على الإيه؟ بيتخنقوا على الطعام وعلى المياه وعندك أقرب مثال سد النهضة وما يحدث فيه من محاولات متعمدة لتعطيش الشعب المصري والشعب السوداني ودول المصب كل دوت عشان خاطر التحكم في مقدرات الشعوب وتظهر مؤسسات كلها مؤسسات وهمية تتحكم فيها الماسونية العالمية والهدف هو إضعاف المسلم ولوما أدروش يضعف المسلم أدين شغلناهم عن وظيفتهم التي من أجلها خلقهم الله اللي هي وظيفة العبودية اللي ابتعد عنها كثير من الناس لأن الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يعني إيه؟ يعني أنت وظفتك أنك عبد لله من أجل ذلك خلقت فكل الأمور المتعمدة لإلهاء المسلم وعشان يشغلوا المسلم إنه هو إن لم يستطيعوا إضعافه فهم أبعدوا عن الهدف والغاية السامية التي من أجلها خلقه الله العبودية الشيطان يراقب الموضوع ويدعم الأفكار بتاعت الماسونية العالمية لأن الهدف واحد الهدف واحد الفكر كله وإن الناس تبتعد عن توحيد الله سبحانه وتعالى هو ده جوهر الصراع لازم أنت تفهمه جوهر الصراع إبعاد البشرية عن توحيد الإله يعني بمعنى أنت كمسلم أنا أخاطب المسلم هل أنت تعتقد مثلا أن الناس اللي هم بيعبدوا عيسى اللي هو صلب وقتل ومكس في رحم أمه تسعة شهور ودخل في قبر هل هذه الأفكار أفكار طبيعية يعني بحيث أن ممكن واحد يؤمن أن ده الإله بتاعه مين اللي غزى هذه الأفكار وأدخلها في ذهن النصارى إلا الشيطان هو الشيطان اللي أدخل هذه الأفكار هو الهدف كله إيه؟ الهدف كله أن أبناء آدم وأبناء آدم منهم المسلمون ومنهم النصارى ومنهم اليهود ومن كل أبناء آدم حتى اللي بيعبدوا البقر كل دول أبناء آدم عليه السلام الهدف إيه؟ الشيطان يستهدف أنه هو يغويهم ويبعدهم عن عبادة الله وحده سبحانه وتعالى فيأتي مثلا لعبدة النار ويعظم عندهم فكرة عبادة النار وييجي للنصارى يعظم عندهم فكرة عبادة عيسى عليه السلام ولذلك انتبه عشان تعرف أنه هو ده الصراع اللي داير على الأرض هو ده جوهر الصراع حزب الشيطان بيقوده المسيخ الدجال والمسونية بتمهد ليه وحزب الإيمان اللي هم الناس أهل الإيمان اللي بينتظروا المهدي عليه السلام وفي الآخر هذا الصراع النتيجة بتاعته نتيجة معروفة عند المسلم اللي تعلم العقيدة السليمة وكان حقا علينا نصر المؤمنين هي دي العقيدة السليمة اللي المسلم بيعتقدها طيب كم واحد من المسلمين تعلم العقيدة فده حتى في ناس مش عارف يعني هي العقيدة العقيدة اعتقادك ايه في الله اعتقادك ايه في كتاب الله اعتقادك ايه في رسول الله اعتقادك ايه في إيمانك بالملائكة اعتقادك وهكذا دي معنى كلمة العقيدة ايه اعتقادك هل اعتقادك صحيح ام اعتقادك اعتقاد فيه خلل ولا انت اصلا ما عندكش فكرة عن الكلام ده زي كتير من المسلمين طبعا انا مش عايز ان انا اطول عليكم الموضوع فعلا فعلا موضوع طويل وبحاول اننا اختصر فيه واجمل الكلام وبحاول اننا اتبسط في الكلام وفي المصطلحات عشان اكبر قدر من الناس يفهم جوهر الصراع الخص واقول ان الهدف عندما يظهر المهدي لا يجد انصار حقيقيين له ولا يجد ايمان فيكون هو اسلحة ضعيفة وعلى العكس ان الهدف ان يظهر المسيخ الدجال ومعه كل القوة ومعه كل التحكمات من يماهد المسيخ الماسونية العالمية ولكن اخيرا هم اغبياء بدرجة امتياز حزب النفاق ومعسكر النفاق اغبياء بدرجة امتياز لانه لا يستطيع احد ان يعلن الحرب على الله ودي العقيدة اللي احنا عايزين كل مسلم ومسلمة انهم يتعلموها قوي يقينك في الله وقوي اعتقادك في الله سبحانه وتعالى ان الجولة الحاسمة للإسلام ولأهل الايمان مش عايز اطول عليكم اكثر من ذلك بارك الله فيكم نلتقي غدا باذن الله مع حلقة جديدة لا تنسوا تسجيل الاعجاب بالقناة والاشتراك في هذه القناة لكي نتواصل معكم بارك الله فيكم